اهلا بحضراتكوه لكم التحية ومن الصبح نهاردة الصبح في تحركات واخبار كتيرة قوي عن قصة رفح الفلسطيني وعن مخطط الاكتياح الاسرائيلي من شوية كان فيه جلسة مش من شوية ده من دقايق كان فيه جلسة لمجلس الامن للتصويت على قرار القرار ده مقدماه الجزائر علشان بتطالب بيه انه هما يوقفوا المجزرة ووقف اطلاق النار في غزة قالوا للاسباب الانساني كالعادة كالعادة امريكا استخدمت حق الفيتو لأفشال اصدار القرار وفشل جلسة مجلس الامن في الغرض الخاص به والغريبة ان وكالة انباء رايترز نشرت خبر بتقول ان الولايات المتحدة اقترحت قرار لمجلس الامن يدعم وقف اطلاق النار اللي بيحصل في قطاع غزة وفي اقرب وقت ممكن طيب التناقض اللي بيحصل ايه اللي حاجات الغريبة اللي ضد باعد دي فيه قرار كمان طلع من الاتحاد الاوروبي بيقول ان 26 دولة عضو في الاتحاد الاوروبي من اصل 27 طلبت بهدنة انسانية فورية في غزة ايه اللي بيحصل في رفح وزي نفهم الموقف الامريكي والموقف الاوروبي ولا دي كروت ولا ايه بالزبط يعني دا يضرب دا يلاقي طب القصة دي ايه بالزبط اللي بيحصل فيه خليها راحة بالدكتور مهدي عفيفي مساء الخير دكتور مهدي مساء الخير عليك وعلى ديوفك الكرام اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك دكتور مهدي كنت متوقع رفض الولايات المتحدة الامريكية للقرار اللي كانت بتطالب بالجزائر اه بالطبع الولايات المتحدة الامريكية قالت انها حترفض اي قرار يصدر من مجلس الامن بخصوص وقف اطلاق النار وخصوصا ان هذا القرار كان يطالب وقف اطلاق نار فوري اه وكانت الولايات المتحدة الامريكية اه قررت ان هي حتقوم بتفعيل قرار اخر اه كما شفنا في 13 دولة وفقت امتنعت بريطانيا عن التصويت انه قرار انه قرار اللي حركت تحكي عليه لا القرار اللي النهاردة المشروع القرار اللي قدمته الجزائر النهاردة اترفض انها حترفض تمام واترفض من استخدام الفيديو من امريكا اي وبريطانيا اه اه رفضت التصويت و13 دولة وفقت تمام الولايات المتحدة الان ايوا تعمل على مشروع قرار جديد بوقت مبدئي ومؤقت وليس وقت دائم لان هناك يعني هدنة يعني هدنة هدنة اه 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 في غزة ها الهدنة غير مشروطة يعني ايه غير مشروطة يعني بتقول انها ستتيح لاسرائيل تقرير امتى يمكن اه يمكن وقت اطلاق النار يعني الفارق ان قرار الجزائر او مشروع القانون مشروع القرار كان اه 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 اوقف اطلاق النار اه ثوري ايه امريكا عايزة يبقى وقف اطلاق النار حسب رغبة اسرائيل ومشروط ببعض شروط ومنها الافراد عن الرهائل وموافقة اه اه الدول الاوروبية على مشروع هذا القرار واللي بيسمح لاسرائيل انها ترجع اه يمكن ان تعود للحرب على غزة في اي وقت اه اعتقد ان اه قزء من هذا اه يعني الفكر ان هم عايزين يتيحوا فرصة لشيئين نمر واحد اه اه ادول العربية كلها ودول الاسلامية ترى ان ان رمضان جاي ايه وهتبقى اه يعني شيء لا يمكن تصديقه طبعا بالطبع ما يحدث لا يمكن تصديقه ولا يمكن قبوله ايه لكن نوع من اه التهدئة وفي نفس الوقت تستطيع اسرائيل اه ان تعيد ترتيب اوراقها وترتيب قوتها بحيث ان بعد رمضان يمكن اه خوض معرقة اكبر ضراوة من اللي تحدث الان ده تحليلك ولا ده ولا ده معلومة انه بعد رمضان هتحصل معركة مدوية بين اسرائيل وبين حماس في اروقة اه الكونغرس اه هناك اه تخطيط لازاي ان احنا هما بيقولوا ازاي نرضي اسرائيل وفي نفس الوقت نرضي اه العرب والمسلمين اه الحل الوحيد هو اه فكر جهت من بعض المستشارين ايه ان يكون هناك تهدئة خلال شفر رمضان ولم تحدث بالضبط هي دي مجرد افكار تمام من مؤسسات فكرية او من مستشارين سواء في البيت الابيض ايه او في مراكز اتخاذ القرار اه ان حتى تحدث تهدئة اه لما يحدث تغزة لابد ان يكون هناك وقف اطلاق النار مشروط في رمضان برمضان وباطلاق اه صراح الرهائن يعني مش فيها رمضان فقط اه ولكن اطلاق صراح الرهائن وده عيد دي عشر ايه رهائن رهائن الاسرائيلي رهائن بتاعة اسرائيل وبتاعة امريكا لان هناك اه 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 بدأوا بيضغطوا اه على البيت الابيض بان احنا عايزين اه اه نشترض اه اه اولادنا هاي لذلك اه هناك ضغط من الداخل اه على الادارة الامريكية با اه استفاهم في موضوع الرهائن لكن مشروع هذا القرار لن يكون بشكل من الاشكال مشابه لمشروع قرار الجزائر بل حيكون اه بشبغة مؤقتة وبيعطاء اسرائيل كأن اه هذا بارادة اسرائيل تمام وليتضغطا من المجتمع الدولي تمام طيب ايه بنتكلم على الافراج على كل الرهائن ما يدور في في الارواق بتكلموا على الافراج على كل الرهائن بس عادة المباحثات مقابل الهدنة في رمضان بالضبط عادة المباحثات بيطلب اكتر لكن اللي هو عامل عليه حسابه اقل فهو حيطلب كل الرهائن لكن اللي عامل حسابه عليه ان يبقى في الرهائن العسكريين يكونوا لسه موجودين موجودين لدى حماس لدى حماس ايوه ده كلام مهم ده كلام مهم طيب معلش يا دكتور مهدي بما انه التصرحات عكس بعد وفي تصرحات بتطلع من الولايات المتحدة الامريكية نفسها عكس بعد هي امريكا عايزة ايه بشكل واضح عشان نبقى فاهمين امريكا عمرها عمرها وخصوصا الادارة الحالية سواء من بلينكين او من رئيس بايدن عمرها لن تتنازل عن دعم اسرائيل المطلق لكن ستحاول استخدام لغة مختلفة استخدام وسائل مختلفة تغيير الخطاب لكن الدعم الاسرائيل واحنا بنتكلم دلوقتي لازالت هناك خطوط امداد بالطائرات بالزبط من جميع انواع القنابل والاسلحة الاكبر اللي هي الاقوى العشرين طن والاقوى بتستمر وستستمر هي امريكا الواقع لن تخضع لاي ضغوط هناك ضغوط اساسية الا وهي الضغوط الانتخابية على الرئيس الامريكي تمام خلاص يعني بدأ يوقن انه سيخصر هذه الانتخابات بكل ما تحتوي هذه الكلمة الضغوط من بعض الدول العربية والاسلامية الضغوط من المواطن الامريكا الذي بدأ يرى انه من اموال الدراب يعني احنا النهار هاي حسابات كل امريكي ستحمل 85 دولار الى الان كل امريكي 330 مليون ستحملوا 85 دولار من ضرائبهم لحد النهاردة بس تالغير بعد كده فلتلك هناك مجموعة من الضغوط لكن ستستمر الولايات المتحدة امريكية من اصدار تصريحات متنقبة ومختلفة شوية من وزير الدفاع بعد الشيء من وزير الخارجية وبعدين البيت الابيض وبعدين مشؤولين يقال انهم مشؤولين بالخارجية الامريكية لكن في النهاية الدعم الاسرائيل لن يتغير تمام ما هو الدعم لن يتغير انا مع حضرتك وده احنا عارفينه بس اللي انا فهمته منك كمحلل سياسي دكتور مهدي انه امريكا امام ضغط داخلي عشان الانتخابات بتاعت بايدن والامريكان عايزين الاهالي بتاعتهم اللي هم رهائن عند حماس بصب وما بين ان هي مش هتتخلى عن اسرائيل اللي اتنين عكس بعض امريكا عايزة ايه من حماس كيف تفكر في حماس هل تتعامل مع حماس كأنها الشعب الفلسطيني ام تتعامل مع حماس كمقاومة كجماعة الادارة الامريكية واسرائيل وقد سمعنا الكلام ده مباشرة منهم وضعوا الشعب الفلسطيني كله في بوطقة واحدة سواء كان هو محارب او حماس او غيره فان العقاب عقاب جماعي الادارة الامريكية تدعم اسرائيل في القضاء على القضية الفلسطينية تدعم تدعم القضية الفلسطينية التفتام احنا اصله فقالها 30 سنة مقرود بعد 5 سنين من انتفاق اصله كان يكون هناك يعني دولة فلسطينية لم تحدث هديد دولة ولم تحدث وكلامنا قلته من زمان لان اسلوب الفهاينة واسلوب الولايات المتحدة الامريكية الا وهو هنفضل في مفاوضات الى ما لا نهاية وكل كل فترة هناك مكتشبات لاسرائيل وهناك ضغوط على الفلسطينيين بحيث ان يصلوا الى مرحلة ان يكون هناك لا يوجد امكانية حقيقية وده الوقع الان يعني الاطراف اللي موجودة فيها الفلسطينيين واماكات غزة لا يمكن ان تكون متصلة الهذا هو مخطط مستمر الادارة الامريكية بتتلاعب بال الطال الرئيس الامريكي مشتعد في سبيل هذا الهدف اللي هو عقائبي بالنسبة لكثير من اليمين او بكثير ممن لهم ميون صحيونية هو قال بنفسه ده مش كلامي ومش تحليل هو قال بنفسه ان صحيوني وبلانكين قال بنفسه انه بيذهب بصفة يهودي الى اسرائيل هذا ده عقيدة لديهم سيصلوا اليها باي شكل من الاشكال اذا تاج الامر انه هما يقولوا كلمتين حلمين انه هما يعملوا مشروع قرار يهدوا بيه الرأي العام انه هما يمشوا الوضع ده مؤقتا حين الانتخابات سيقوموا باي وسيلة للوصول الى اسرائيل تصل الى ما تصب اليه انا وهو الانهاء هذه القضية وهم عندهم نفس طويل يعني لو تمام تمام طيب صحيح طيب برضو في نفس السياق كتحليلك بكيف يفكر كيف تفكر امريكا امريكا هتدعم فكرة نزوح الفلسطينيين لسينة ان لم يكن هناك خط اخضر ودوء اخضر ودعم لنزوح وضرب غزة نزوح الفلسطينيين وضرب غزة لم يحدث هذا لكن احنا الفارق ان احنا يبقى عاطفيين شوي هم يتلعبوا بالكلام وبالتصرفات نعم وراء الكواليد ما حدش عارف ما يحدث بين بايدن وبين ناتينياهو ايه امام الكاميرات بنسمع كلام من ناتينياهو كلام من وزير الدفاع كلام من وزير الامن كل واحد بيقول حاجات وطنقبة وصعبة جدا واكس بعض نعم واكس بعض نعم الواقع ان الهدف الاساسي هو القضاء على القضية وان لم يستطيعوا نزوح من اثنين مليون ونص ولا اثنين مليون ولا واحد مليون سيقوموا بعمل استحالة للعيش للناس دي وحتكون هناك في مناطق امنة كما يقول وخط امن بحث تقليل المساحة اللي فيها الفلسطينيين والدفع بيهم الى الدول المجورة كما قال الرئيس الامريكي انت مش كلامي برضه ايه يعني وحذر من الدفع الكلام ده في صغة تحذير لكن في نفس الوقت ده اشارة انكم بدل ما حت يعني حتزيحوا مليون ونص احنا نجيح دلوقتي مئة ألف ونقول انه هما اللي هربوا اه طوعي طوعي مثل ما مش ممكن هتسمح بضرب اخواننا الفلسطينيين فهي ستتقبل هؤلاء ويبقى على الاقل اخدنا جزء من غزة على الاقل رحلنا جزء من الفلسطينيين فاصبح فيه واقع جديد يتعامل معاه وده اللي هما مشيين به لو احنا نبص كل كام سنة يكون في حرب ويبقى فيه وقع جديد دي الفلسطيني تمام شكرك شكرا جزيلا دكتور مهدي عفيفي شكرك فندم شكرا جزيلا طيب خلينا خلينا ناخد وجهة نظر تانية ورحب دكتور احمد فؤاد انور اه اه دكتور احمد مساء الخير علوه دكتور احمد طيب خلينا نتابع كده ونحاول نوصل لدكتور احمد بالمناسبة وبمناسبة كل اللي بيحصل ده والظروف المحيطة واللي يعني اللي احنا عايشينها دي ده غير طبعا قصة الغلاء وقصة الضغوط الاقتصادية اللي موجودة على مصر وقصة الضغوط النفسية اللي بتحاول العالم كله انه هما يضغطوا نفسيا على المصريين محتاجين ضروري تبقى معانا حنان زيدان حنان النهاردة زينال عايزين نقول لها وتعرفنا يعني فكرة ان احنا نتطمن ازاي احنا كبشر نهدى نفسيا ازاي ازاي نتعامل ونهدى ينفع نتطمن ونهدى في ظل الظروف دي محيطة دي اعتقد ان احنا في اشد الحاجة لده عشان كدر نهاردة ان شاء الله ستكون معانا حنان زين خليني اخد وجهة نظر تاني وخليني ارحب دكتور احمد فؤاد انور دكتور احمد مساء الخير فن اهلا سهلا اهلا اهلا تحليلك للي حصل في مجلس الامن وشايف ايه الخطوات اللي جاية او القرارات اللي جاية اللي حياخدها نيتنياهو او الولايات المتحدة الامريكية يعني الولايات المتحدة يعني توسيق لمصالحها تنقذ الجانب الاسرائيلي بشكل سياسر اعتقد انها تضع نفسها مع اسرائيل ضد العالم الوضع الانساني يعني بس وضع انها مش حميمة يا دكتور احمد هي تحاول ان تعطي الجيش لاحتلال فرصة اكيرة لكي تحقق انجاز لما يتحقق لدخلنا للشهر الخامس دون جدوة فاعتقد ان لا بس الجدوة هنا تقصد بيا ايه خلينا تنقش مع حضرتك الجدوة هنا تقصد بيا ايه ما فيه الاف مؤلفة ماتوا والاف مؤلفة تحت الانقاض ده غير المصابين اه طبعا هي دي الجدوة اللي حصلت لغاية دلوقتي من يوم سبعة من يوم سبعة جدوة مخزية شكده ولا هي اه جدوة مخزية طبعا لكن في جميع احوال الحرب يتم خوضها من اجل كسر ارادة الاخر فالتضحيات في مواجهة الاحتلال دوما المقاوم ودايما دوما الشعوب المحتلة تقاوم وتضحي لكن في النهاية من يكثر ارادة مانا ماهل فكرة في ايه يا دكتور احمد عارف لو المسألة انا ليه بتنايش معاك باحترم وجهة نظرك بس بنايشها في حاج عارف لو المسألة دي في الداخل الفلسطيني وما لهمش دعوا بمصر كنا كنت هقول لك انا يعني شوية مقتنعة شوية عقلي يقبل المسألة لكن انت فيه طرف ماناش علاقة بس اسمك محطوط كمصر في المعادلة لا حيث حركة محققة جدا طبعا يعني بدليل ان مصر يتم مهاكمتها باستمرار يعني هما مع بعض لو في بلد هما مع بعض تمام كل واحد حق اهدافه بس نحقي الاهداف ما تكونش على حساب مصر ومحطين مصر في المعادلة لان ايه يعني موقف مصر راضح من باللحظة الاولى رسميا وشعبيا جانب السلسطيني ايضا ينرفض الحلول الاسرائيلية لانها هي الاسهل يعني تصفية القضية او الاستلام او تصدير المشكلة لمصر ده امور يعني يسيرة بالنسبة للاحتلال بالنسبة للثلسطيني لكن في النهاية هو يرفض لكن عنده عنده شهداء كتير والتصرحاته الرسمية يرفض مدلب انا ايش حضرتك فيه لانا محتاج افهمه هو التصرحاته الرسمية هو رافض اكيد هو مش هيقولك لا انا موافق بنزوح الفلسطينيين في رفح المصرية او في غزة مش كده برضو ولا ايه لكن الرافض ده ترجمته ايه بالنسبة لي انا وعد لقول حريك ان مصر هي الدولة الوحيدة التي عادت الفلسطينيين الى ارضهم ايه حينما سبق ياسر عرفات قوات الامن الفلسطينية نعم قوة 17 وغيرها دخلهم امام عدسات الكاميرات طب بالتالي مصر لا يمكن انتفع العجل تتنقل السكان نفهوم بس هو هو انا بناقشك فيه تركيبة حماس كيف تفكر حماس بمعنى الفلسطينيين على الحدود عندنا الفلسطينية رفح الفلسطينية ورفح المصري هل حماس هتروح توقف على الحدود وتقول لهم لا متعدوش خليكو في ارضكو حفاظا عليه مانا برضو المواطن برضو محتاج يفهم تركيبة حماس دي عايزة ايه يعني عارفنا انه اسرائيل عايزة تقضي على القضية الفلسطينية طب حماس اللي هي الطرف المواجه للعدو الصهيوني يعني هو طبعا بغاية اللحظة حماس تدير القطاع من الشمال الى الجنوب لكن لكن فيه حفاظ على اهالي القطاع فاند يعني انا بس عادي حم المسؤولية بتاعت الدماء المسؤولية الذي قام بسك هذه الدماء يعني ما عافوهش من الضعقاب او الملاحقة او اضغط على المفاوض الفلسطيني فوحنا دلوقتي الجانب الاسرائيلي بيعمل حرب نفسية بيعمل ضغوط وعلى عيب تفاوضية من اجل من اجل الضغط على المفاوض الفلسطيني الا مصر ان هذا بتستضيفه بتدعمه لاني شايف ان ده هو المسؤول الذي يحفظ استقرار المنطقة ويحفظ ايضا امنها القول تمام انا كمصر بقى انا بتكلم كيف ستتعامل حماس لو العدو الصهيوني فضل في سكة الضغوط لنزوح الفلسطينيين من غزة فيه انت اقصو دي انا فاهم طبعا موقفه ايه موقفه ايه هل هو كده هيبقى دافع عن ارضه هل هو كده هيبقى دافع عن ناسه عايز افهم بس من حقنا نفهم يا جماعة انا بتكلم دكتور احمد انا بتنش مع حضرتك وبتكلم المشات وبكلم المشاهد علشان ده مش معناه ان انا مش متعطفة تمام تفرق يعني عايزين نفصل تماما نفصل تماما ما بين الشعب الفلسطيني وما بين القضية الفلسطينية اللي بصر طول عمراء البلد الوحيد اللي شايلهم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وما بين الدرر بقى اللي حيقع علي انا كمصر وما بين كيف تفكر حماس في هذا الشعب الفلسطيني اللي واقف على الحدود وإسرائيل عايزة يعملوا عملية نزوح يعني أنا طبعا عايزة شير بس أن مصر يعني بسارع المصار التفاوضي ودعمت الحلول التفاوضية والسلام وجعلت المقاومة الفلسطينية تمسك بغصن الزفول ويخبر الحلول وسط في محطات كثيرة لكن الجنب الإسرائيلي هو الذي قتل آذر قرار قتل أرابين نفسه قتل عرفات لكن هذه الخيارات أمام الجانب الفلسطيني ضيقة يعني حينما يجد تضفة الغرضية يوميا حينما يجد الحرم هناك تقييد للصلاة الحرم حتى في شهر رمضان فهذه أمور تدفع في طريق التطار هذا ما لا تريده مصر هذا مصر تحاول انتزاع حقوق الفلسطينيين وحماية أمنا القومي وما فيش تعارض بين الأمرين وطبعا فيه شقين تاني فيه أمور يعني أخناقية بتقوم بها مصر باعتبارها الشخصية الكبرى باعتبارها صاحبة خبرة تاركمية في هذا الملف فإحنا وصلنا حاليا للمرحلة اللي فيها حافة الهوية بالفعل حافة الهوية تحتاج حينكة وتحتاج حسم برضه تحتاج إلى مواقف واضحة وأعتقد أنه بدي التنصيق مع الدول الأخرى بيتم حل حالة حتى مواقف تتوقع إيه في القريب سؤالي الأخير الأقرب طبعا يتجه الطرفين إلى هدنة وإلى الإخراج عن المحتجدين والأسرة مقابل المعتقلين الفلسطينيين من خلال تسوية ورؤية شاملة للسراع بمعنى أن يتم الاعتراف بدولة فلسطينية قبلها للحياة أعتقد أن هذا سيتم في البدى المنظوم القريب شكراً دكتور أحمد فؤاد شكراً دكتور أحمد فؤاد أنوار خلينا نتلع فاصل خلينا نكلم على الاتمأنان والراحة وظل الكل اللي بيحصل ده محتاجين ضروري كان يبقى معانا حنان زينال اللي هتشرفني بعد الفاصل برحب حضراتكم مجدداً برحب وضفتي الجميلة دكتورة حنان زينال معقولة فات شهر تخيالي أنا بجد مش متصور السنة بتجري أولاً الأيام ليه بتجري بسرعة كده؟ عشان ربنا عايز كده ونعم بالله بس أنت حسى زينا أنه هب تك الأسبوع بيخلص هب تك الشعر بيخلص والله يبصي أنا ما بحسش بكده بحس أن اليوم بيبقى مليان حاجات كتيرة فما بسد عايزة بالليل ييجي عشان أنام يعني أنت بتصحي بدري أنا بصحى بدري بصحى الفجر وقع عشان وصال ليه الفجر الحمد لله بس يعني مش دي قصة قصة أنا مش شغلة نفسي طول الوقت فعشان ما حسش بالدربك بالدربك طيب قوليلي وإحنا بنتكلم على الصحيان هل في علاقة بالهدوء النفسي والصحيان بدري؟ والله على حسب طبيعة البنيان والنوم بدري؟ لا على حسب طبيعة البنيان ما قدرش أقول دي حاجة عامة لكل أنا في ناس صحيان بدري بيعفرتها يعني أنا شخصية زمان كنت صحيان بدري بيعفرتني بيبوز مزاجي طول اليوم فهمك لكن هو في الآخر أنت كل فترة أنت محتاجة إيه هتلاقي جسمك بيقولك عليه فهمك هي في الآخر ما تقدرش تعمليها قاعدة عامة بس يعني نصيحة الوجه اللي لكل الناس ما تعدوش صلاة الفجر هتفرق معك في حياتكو كتير قوي 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 الفترة دي بالزيت الفترة دي الفترة بتاعت صلاة الفجر تنوم بتفرق كتير في الأنرجي لأن هي أنرجي بدايات أنرجي عارف الشرارة بتدي بيها بتاخدي الطاقة الأساسية بتاعت اليوم هي في الساعة دي حتى لو بصلي ونام بس ضبط بس هي الساعة دي هي الساعة دي اي كما زي أقصد يعني حتى لو أنا بصلي ونام أصحى بصي يعني أعودي بس بعد الصلاة شوية وبعد كده نمي يعني خلي بس إيه الشمسة تطلع ما تناميش بعدية على طول خلي بس الضبط هتفرق كتير قوي في حياتك تفرق في الحياة جدا في الأنرجي حتى في اليوم بتاعك في نشاطك في اليوم في كل الكلام ده هتفرق كتير حناني أنت متابعة الغالة وأكيد ملطوطة بيه والله أنا بصي أي حاجة بتديني بطلت تتبعها لا ما أنا عايزك يبقى مش حاجة ما هتبقى بك كده ما هيبقى نقفل بقى نقفل الحلقة أتعامل إزاي إنه كل شوية جيبنا غالية العيش غالي اللحمة غالية أتعامل إزاي مع طاقة الغالة اللي موجودة دي بصي بصي ربنا سبحانه وتعالى جي قالك حل عكس كل اللي إحنا بنفكر فيه بمعنى يعني جي قالك من قدر عليه رزقه فلينفق تمام خلاص يعني عمل العكس كل الناس بتشيل لا أنا عايزك تنفقي تنفقي للناس الأقل منك تديهم خلاص لما سيدنا موسى ومامته خافت عليه قالت يلقيه في الياب عكس تماما المتوقع ليه ربنا عايزنا نتعلم ما نتعلقش بالدنيا ما نتعلقش بالحاجات بالماديات فلما ما نتعلقش الحاجة تتضفق أكتر كل ما تمسكي في الحاجة بتقفلي طقت التضفق فكل ما تفتحيها وتتعلق بيها وتستغني اللي بيحصل التضفق يجيلي هي اللي بتجيلي وراكي بقى يعني أنا في حاجات كتيرة قوي لقيتها بتغلى كل ساعتين بطلت كل أصلا لا بس ده ده أنا ما قدرش أفريده عن الناس طبعا كلين منطقين ده أنا بقوله أنا في حاجات أقدر أستغنى عنها أستغنى عنها لا في حاجات ما قدرش أستغنى عنها وده أنا بقوله اللي أقدر أستغنى عنها وإنا مش قادر عليها مش هقدر أستغنى عنها لكن في حاجات مش هقدر أجيبها مش هستغنى عشان أجيبها يا جماعة لاي أنا بتكلم فيه مفهوم هو ده لكن في الآخر طالما قادر أجيبها النهاردة هجيبها بكرة وهجيبها بعده خلاص ليه لأن أنا طالما شايفة خطوة قدام اللي بعد كده مش بتاعي الدرسة ده لازم الناس اتعلمه كويس قوي انا مفكرش خمس خطوات قدام انا مفكر الخطوة اللي جاي قادرة شايفاها واضحة قدامي امشيها ازاي حنان ازاي ازاي اب انا ما ببصش ان انا عايزة خلينا نكلم كلام واقعي على الارض ان انا كيفة على مستقبل ولادي كيفة ان انا ما يبقاش معايا في موس هو انت عايشة بكرة يا عزة ادفع المصاريف خلينا بس اقولك الطبيعي انا ممكن الترم اللي جاي ما يبقاش معايا فلوس ادفع المصاريف انا ممكن مقدرش ادفع اللقصات اللي عليا انا مش عارف هجوز ابني ازاي ولا بنتي ازاي عملينا كأن انا بشر معلش انا بشر وانا بكلمت من منطلق انا جوه الموضوع معاكو على فكرة مش في بلد تاني لا اقصد هل انت ضمنا تعيشي بكرة عشان تطلبي من ربنا رزق بكرة هل انت ربنا بيطلب منك عبادة بكرة عشان تطلبي من رزق بكرة احنا مش عايشين لبكرة يا جماعة اصلا الله اعلم هيحصل ايه بكرة ثانيا انا مش بقول يعني ما تخططش لا خطط بس طالما ربنا اديك الالهام او خلاك تفتح مشروع او خلاك تاديك زي ما بيقولوا ايه عشمك بحاجة وخلاك تروح تجيبها اللي باقي مدفوع لا مش فهماها دي يعني اولا انت قلت جملة عبقرية يعني لازم اتوقف وصد انت بتسأل ربنا عن رزق بكرة ايوة هو ربنا سألك عن عبادة بكرة بالزبط اه انت بتصلي حالا ويتصلي يا ما تصليش ايه فهمها ايه ايه طيب هو ما قالكيش هتصلي بقى العصر ولا مش هتصلي هتصلي العيشة ولا مش هتصليها ما صلبت هو سايبك فبالتالي انا في المنين نما كانت البيضة بقرش ساغ ووصلت لجنيه لطموا وكلوها وجابوا البيضة مجنيه ده مصدي يعني في الاخر اللي رزق بقرش هيرزق بقرش لا بالعكس انا بسمعك اه هيرزق بألف هو الرزق واحد لا شغلك اللي بيجيب رزقك خلاص ولا ورسك اللي بيجيب رزقك ولا اي حاجة من الحاجات دي احنا بنسع خلاص وللانسان ما سعع مظبوط اللي هو هيسع على قد سعيه هياخد بس هل السعي دوت صح ولا غلط وانا بسع وخلاص زي بالضبط اجيب ارد بور وانا مصر ان هتطلع لي زرع منين يا جماعة ما هو بالعقل لانا بسع غلط انا من السنة اوصل منين وانا بسع غلط طب يعني ايه اسع غلط ما انا بسع وانا مش عارف انا بسع صح ولا غلط عارف منين انا هعمل اللي عليا المطلوب مني كمسئولية اب ام بنت ولد ما هو المطلوب مني اللي أنا بقولهولي كلامتي بتقوليه أنا مشقولة أنه حالا بعلمه دلوقتي بعد كده الترمي اللي جاي هيجي منين ربنا هجيبه طالما دخلوا المدرسة أصلا ربنا هجيبه ربنا جابه أصلا هو جابه بس هينزل إمتى أنا اللي بمنعه بمنعه إمتى نمنا بحسب ربنا طب ثانية واحدة علشان ده السؤال مهم هل أنا بالتصرفاتي بوقف تضفق الرزق بتاعي بمنع رزقي بمنع رزقي كملي علشان ده سؤال مهم كملي اللي كنت بتقوليه أنا رزقي متضفق لوحده ربنا وعدنا بالرزق من إمتى ربنا أثر معين عمره طب إيه طب إيه يا جماعة عمرنا ما مرة طلبنا حاجة ولا تزنقنا غلنا ما ربنا فتح لنا سكك ما تجيش على بالبشر تظبط وتلاقي القس تجيه وتلاقي المش عارفة إيه جيه دايماً أقول لهم طالما ربنا رزقك وألهمك تروح تجيب العربية الفلانية أو تدخل ابنك المدرسة الفلانية مصارفها مدفوعة طب من فريدي أنا خدت قرار أدخل مدرسة الفلانية دي غلط وجبت العربية دي أكتر من إمكانياتي إمكانياتك لكن هو ربنا ألهمك بيها يبقى هيديك رزقه يعني أنا روح أجيب أغلى عربية في الدنيا دلوقتي تاني حبيبكم وأنا ما معيش قصتها لا تاني تاني برضو في الآخر خد يبالك أنا برد عليك الكلام اللي ممكن تبقى النسبة أنا سحمد أنا بتكلم في إيه أنا بتكلم في إن طالما أنا بعمل اللي علي خلاص ما بقاش أنا ما باشتغلش وما بعملش اللي علي وأقول أنا هجيب العربية الفلانية منين أوكي ما أنت لازم تعمل اللي عليك لازم تاخد بالأسباب أنا ما باخدش بالأسباب أصلا وبإمكانياتك ده اسمه تواكل في حاجة اسمها أباخد بالأسباب واعمل اللي علي خلاص وأشتغل بما يرضي الله على قد فلوسكو اللي أنا شايفها كتير دلوقتي ففي الآخر ما تبقاش أنت فاسد وتبقى أنت مزنب وأنت مقصر فحق نفسك وتيجي تقول لي ما بيدنيش ما بيجي ليش إيش معنى فلان ما بيعمل يعني فلان دا بيعمل كذا وبيعمل كذا خلاص لمؤخذة لمؤخذة معلاش طب على قل هو في كذا عمل اللي عليه في الكذا اللي أنت مش عاجبك دي بس عمل اللي عليه قد الكذا دا اللي عنده أنت قلت على قد فلوسهم طب قبلت وارتضيت من الأول على قد الفلوس دي تشتغل يا إما تدي صح بما يرضي الله فهمت زي وانت رضيت وقبلت يا إما ما تشتغلهاش واسبها لغيرك محتاجها على فكرة وهيبقى مبسوط بيها الحلم اللي أنت قاعد فيه الرزق اللي عندك دا حلم ناس كتيرة قوي 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 خلاص ففي الآخر لما أنا أصحى من النوم وإحمد ربنا نصحيت فيه غري مش قادر يتنفس مش قادر يقوم وقعدت ولقيت نفسي عند سرير واربع حيطان وسقف وغطى ودفى ودخلها هلاقي ميا وكهربا وهاخد دشي وهاخد وهاخسل سناني وهلاقي شامبو أخسل شعري واستحمة وانزا هلاقي فطار وانزا هلاقي عربية وديني وعندي شغلة أصلا بروحه خلاص لما كل النعم دي أنا ما بعدهاش وقعد بس شكي بس على اللي بكرة هيحصل فيه طب يا جماعة شكروع اللي عندكم النهاردة واستنوا بكرة هيحصل هيا من معكم إيه لقين شكرتم لأزيدنكم لكن طول ما أنا بشتك الرب رب الخلق للخلق ها خلاص انتو بتشتكوا مين بتشتكوا ربنا يا جماعة ها بتشتكوا مين ها ما قصدي ده اللي أنا بتكلم فيه لما طول ما أنا بص على الناقص هينقصني لكن طول ما أنا بعدد اللي عندي هيزودني هو ده دي المشكلة عند الناس ودي زي ما بيقوله الحرب الأساسية اللي بيعملها إبليس علينا ها ان احنا ما نشكرش ها فطول ما انتي ما بتشكريش ها ما بتزوديش طاقة الحاجة اللي عندك ها خلاص ما بتفتحيش أبواب طاقات تانية ها وده اللي أنا بقوله وهتلاقوها في كل الديانات الامتنان ها ان أنا أمتن ان أنا أحمد أحمد فزود طاقة اللي عندي ها وأشكر في أجلب طاقات أخرى أرساق أخرى فالحمد والشكر اللي اتنين حاجتين مختلفتين الحمد أزود طاقة الشيء اللي عندي ها لكن الشكر إن أنا أفتح طاقات وأبواب لأرزاق أخرى مش عالي وقليل من عبادية الشكور ايه ايه ده من القليلين بقى اه فلنمامسك في ده اه ربنا هيفتح لي وهو ربنا نفسه اسم الشكور يا جماعة اسم الشكور ايه أنا يبقى الإله اسمه الشكور وأنا مابقاش من عبد من عباده أشكر حتى أشكره على أي حاجة ده هو بيتباهى بينا هم عبد من عباده يقعد يحمد ويشكر ايه هناك باب في الجنة للحمد طيب يعني لما أنا أجري على ده لا هتزدني لما أقول لحد احمد ربنا ما لا بقى أحمد رب أقول الحمد والله لا يا جماعة الحمد مش كده ده مش مسموش الحمد الحمد إن أنا الزبزبات تهزني من اللي امتنان الزبزبات دي ملياني طاقة نور ملي حياتي بشوفها في اللقمة تكفيني في البركة اللي في البيت إن أنا وقلتها كتير في ناس العشب نبي بيبقى فيها بركة في قديها وناس الألفات في قديها بتروحوا ما فيهش بركة صحيح هل ده لي علاقة بطاقة الرزق يعني يعني هل إن أنا أمسك عشرة جنيه أنا أمسك ألف جنيه ما حسش أن أنا جبت بيها حاجة طب أنا هقولك على حاجة حياتي هقولك وإنتي تمسكي عشرة جنيه تحسني فيها بركة إيه الفرق بيني وبينك الفرق إن أنا حمد وشكرا وراضية وإنتي لأ طيب تقوليلي الحاجة بعد الفاصل شنانا كمان بعد الفاصل عايزة أقولك واسألك هل فيه تقاتل الرزق هل فيه إحنا كبشر هل بتصرفاتنا إحنا بأفكارنا بنمنع رزقنا طبعا بعد الفاصل ومنشوف حنانا عايزة إيه منينا عن عارض برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بحنان وكنا وقفنا قبل الفاصل عن إن هي عايزة تقول حاجة لما أنا قلت لها أنا ليه ممكن يبقى في إيدي ألف جنيه ما حسش هما راحوا فين وإنتي تبقى لكلامها إنها بتقول يبقى مع عشرة جنيه وفيها البرد إزاي يعني بستي أنا أول مامسك فلوس في إيدي بقرأ عليها سورة قريش سبع مرات أي فلوس أي فلوس دخلت إيدي جديدة بقى يعني دخلت إيدي لدرجة أن أنا ساعت حتى حسابتي في البنك بحط إيدي عليها والكرت بتاعي وأقرأ عليها تمسك الفلوس في إيدي وأقرأ عليها سورة قريش سبع مرات حتى تمسك الـ ATM أو تمسك سبع مرات سبع مرات وأنا بعمل أكل ألف بالمعلقة كده وأقرأ القريش سبع مرات أو أسبح أو أستغفر أو أحمد أي حاجة لما بتمسكي كارت الـ ATM لا مش الكريدت الفلوسي اللي موجودة في البنك آه تمسكي الكاش مش الدين لا ما هو فيه كارت بيبقى بتاعي فلوسي مش دين باخده كريدت فهمت مش الكريدت تمسكي الكارت هو أقرأ علي الفتحة سورة قريش سبع مرات إيه اللي بحصل له بصي مش عايزة أقولك تحسي بيه تضخم والله عزيب تلاقي الفلوس بتاولد بتجيب فلوس بتجري الفلوس تانية ما تفهميش بس أنا مرة حد قل لي قصة المحفظة الحمرة والمحفظة الحمرة لا سيبك بس سيبك ملحاجات دي دي في الآخر برضو عشة في المية ملحاجات أنا بكلمك على على يعني تجارب فعالية وأنا شفتها يعني وحصت يعني كتير مواقف اتحكت لي تقول لي أنزل أنا أختي نفس المبلغ أنا أشتري حاجات بقد كده وهي أشتري حاجات بقد كده وهي نفس المبلغ عشان هي قرت على على الفلوس اللي ده خايت بيها قراش سبع مرات سبع مرات بصي سحر بجد سحر وفي حاجتين أنا لما التزمت بيهم من سنة 2013 لحد النهاردة أنا حياتي اتبدلت في كل حاجة صحيا وماديا وفي علاقاتي وفي كل حاجة حتى في طباعي إيه الإطعام اليومي أيوة اللقم ترفع النقم لا الإطعام غير اللقم لا اللقم دي الإطعام لا أقصد الإطعام أنا بعمل وجبات لا 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 أنا بجيب علبة بسكوت صغيرة وأنا ماشي الصبح أول منزل وأوزع أي حد في الشارع صباح الخير صباح الخير صباح الخير مساء الخير مساء الخير مساء الخير وعمشي وخلاص أي أن كان هو ممي إيه بقى فهمت زي إيه اللي بيحصل بصي تلاقي الأرزاء جت تلاقي الفلوس اللي متأخرة ونزلت جتلك فهمت تلاقي الورق حتى بتاعك اللي كان متأخر بيتحل تلاقي مشاكل عندك تلاقي حلول مثلا مشاكل عندك تلاقي حاجات صحية عندك تتحل وتهدى ها بس ده غير الصدقة غير فلوس الصدقة أنا أطلع من جيبي أنا أتكلم على اليومي فلوس لا حتى لو يومي غير الفلوس غير الفلوس تقولي الصدقة النهاردة الفلوس أنا بطلعها كزكات مال لا بطلع مبلغ بتاع الزكات لكن الصدقات بتاعتي بطلعها بكذا شكل في حاجات الكبيرة بتاعت الحاجات الشهرية وفي حاجات اليومية بتاعت نقم اليوم اللي هي بترفعي أقدار وتنزلي أقدار أخف لا احكيها بقى ما تكلمنيش على أن أنا فهمها احكيها للمشاهد عايزة رغم ظروفك السابق ورغم ظروفك السابق هاتي إن شاء الله بسكوتة بقولك بسكوتة إن شاء الله باكو بسكوت أزعي أصغر واحد مش لازم كبير بتعمل إيه بقى أو هيعمل إيه احكيه ما فيش أنا كل القصة أنت هتنزلي لأي حد في الشارع أيا كان هو مين ادي له بس صباح الخير و ادي له البتاعدة خلاص أو مساء الخير و ادي له بسكوتة بس هتلاقي الدنيا بتتحل بتتحل إزاي الله بس بنيت بنيت إنها لله بحتة صفية مش عشان مستنية طول ما أنا مستنية ما فيش حاجة هتيجي ما تعملوش مصلحة يا جماعة هي العملية مش مصالح لا هي مصالح مصالح هي العملية مصالح تجارة لله محبة اعا أنا بحبك يا رب خلاص ستوزع لعبادك محبة اي هتفرق النواية دي بتفرق كتير جدا جدا اه وطول ما أول ما تسحى من نوم تعدد نعمك طول اليوم تعدد نعمك قبل ما تنام تعدد نعمك اه اه ولو أي حاجة بسيطة لا تأتلفوا النعم إلاف النعم ده مش حاجة حلوة خالص ربنا بجد بتفقدوا المتعة اه بتفقدوا المتعة بالحاجة متعة النعمة نفسها بتفقدوها اه طيب أنا ممكن أكون بتصرف تصرفات تمنع رزقي طبعا زي اقرن نفسي بغيري أحكم على غيري وأنا معرفش الكواليس هلاز آه أنظر على غيري وأنا مش عارفة هو فيه إيه وده ما شاء الله ما شاء الله هو أكبر يعني إحنا ما شاء الله أسطوب حياة يعني ده بقى أسطوب حياة عند كل فلما تكثر الشكوى فلما تكثر الشكوى ما فيش وانتي بقى نسيتي بقى كل اللي عندك عارفة بالضبط زي ما الرسول عليه السلام في الإسرائيل والمراج لأ أكثر أهل النار من النساء لأنها تكثر العشير ليه يعني إيه تكثر العشير يعني هي بتنسى له كل حاجة على غلطة ده أنت ما بتعمل ليش وما بتسوي ليش وي وي لمجرد أنه غلط غلطة ما بقى بقى نسيت له كل بتجيب له من تحت الحوض بالضبط كده هو ده احنا بنعمل كده مع ربنا احنا بننسى كل المواقف الحلوة بتاعت ربنا اللي بتقف فيها والرزق اليومي والرزق اللي في الثانية واللي في الساعة وفي كل الكلام ده ونفتكر اللي أنا أسمع أوكي فلما بنشتكي 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 مزنب مزنب فكثرة المزنبين ربنا يروح مصلتنا على بعض كثرة الشكوى بالضبط ويكثر الزنب فربنا يصلتنا على بعض يصلتنا على بعض ازاي يعني كل واحد يروح ضارف في التاني أنا أجي أروح مكسرة فيكي وأنتي تروح مكسرة في غيرك وهكذا تبقى لثة عملين يكسر في بعضينا صلتنا على بعض ولا بعض الظالمين بعض اي تمام فخلى كل واحد ييجي هاد رب في التاني لما أنا اشتكي لحد من أنه مرتبي مش مكفيني أنا كده بمنع عن نفسي الرزق طبعا طبعا هقولك حكاية صغيرة جدا اتحكيت لي طب بفتح الرزق ازاي يحكي الحتاية هقولك الحدوتة دي فعلا أثرت في حياتي جدا كان فيه راجل وامرأة من الفقراء فلما كان الراجل دوت كان بيجري هم عندهم ثوب واحد لاثنين بيلبسوه فكان الأدنة مما يدن يجري الراجل يصلي ورى الرسول وبعد الصلاة يجري عشان يدي ثوب لمراته عشان تصلي في معاد الصلاة فالرسول لاحز ان الراجل بيجري بعد الصلاة وبيعودش في القاعدة بتاعتهم والمحاضرة اللي بعديها وبتاعه فمسكه في مرة مالك ما بتاعدش معانا ايه اللي بيحصل ايه اللي بيجري قال له أسنان احنا عندنا ثوب واحد فانا بجري أخلص عشان يدينا مراتي تصلي في معاد الصلاة فالرسول عليه الصلاة والسلام طب طب عليه والجبر بخطره وراح لمراته فقيت له اتأخرت ليه قال لها أسنان الرسول عليه الصلاة والسلام وقفه عما كده قيت له ويحك يا رجل أتشكو الله لمحمد بصي الكلمة الكلمة توجع ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما بالك احنا بقى ماشيين نشتكي يا ربنا الخلق اللي كله لا احنان احنا في عشرين اربعة وعشرين وإذا هو رب واحد وإحنا بشر حبيبتي يعني قصد المود الصوفي ده لا مش صوفي يا جماعة لا مش مود صوفي يا جماعة ممكن ما بقاش أنا كبشر احنا بنتناقش أنا كبشر ما عنديش هزي الدرجة العالية فهماني؟ يعني دي محتاجة درجة عالية قوي عندنا من الإيمان وهنا بتكلم على الإيمان لجميع الأديان أنا فهمة طبعا أنا مش بتكلم عن الإسلام إن أنا أوصلها نموذج ومثال آيل بس أقصد ده نطبقه بقى بشكل يتناسب العصر أيوة يتناسب العصر ما هو ده أنا بقوله ما تقارنش نفسك بحد ظروفها غير ظروف الحد ممكن حد يبقى راكب أعلى عربية ودنيا لكن بيتعالج وفلوسه اللي هو معا اللي انت بقى حسده عليها دي بيدفعها في كيمو ولا في أورام ولا 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 خلاص أنت ما تعرفش الكواليس أو فلوسه حرام أيها كان بقى في الآخر إحنا ما نقدرش نحكم بالمظاهر طول الوقت المظاهر خداعة أنت ما تعرفش الكواليس إيه بطل أحكام لا على نفسك ولا على غيرك الأحكام من أقوى الحاجات اللي بتوقف الأرزاء الأحكام آه الإله اللي اسمه الحكم ما بيحكمش علينا بيدينا فرصة مرة وثين وثين لعله يخشى لعله يتذكر خلاص الأحكام من أقوى الحاجات اللي بتوقف الأرزاء وبتوقف تضفق الأرزاء في حياتك إن أنا أنظر عن ناس أيوة دي يوقف طبعا 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 واخدوا بالكو يا جماعة دلوقتي الفترة اللي إحنا فيها دي وقدامنا كم سنة قدام اللي هيطلع من بقك هتلبسه حلوة أو وحش كم سنة أه يعني إيه يعني إيه اللي أنا بقوله الكلمة الطيبة هتلف وترجع لك خلاص كشجرة طيبة أي فاروها في الأرض وفاروها في السماء خلاص وبرضو الكلمة الخبيثة هتضرب فيك يا جماعة في ناس كتيرة قوي بتمرد بسبب كلامها بتمرد فعليا بتمرد بتمرد بأمراض لا إديني مثال يعني أنا من كتر ما بمله هالة جسمي بطاقات وحشة من الكلام التكلم مع حد إن أنا أتكلم على حد أو إن أنا أقول إن أنا أختاب إن أنا الهمزة واللمزة اللي أنا بعض أهمز والمز هنا وهنا خلاص وإن أنا أقول على دا وأنظر على دا وأحكم على دا وأعمل على دا أنا بمرض لأن أنا بملتقتي بكلام سيء الكلام السيء عامل زي السوس بيأكل فهالتك فيفتحها فتيبقي مخترقة لكل الطاقات الخارجية الطاقات الخارجية مليانة الظلاميات ومليانة طاقات ظلامية ومليانة كائنات ظلامية ومليانة شر فإيه يا جماعة أنت في الآخر اللي هتمرض أنت في الآخر اللي هتمرض على فكرة دا عشانك أنا بقولك الكلام دا عشانك مش عشان غيرك لأن أنت في الآخر لابس الكلمة هو ده اللي أنا بتكلم فيه فيه سلوكيات بسيطة جدا أنت لو بطلتها سلوكيات هبلة إحنا بنعملها وبتقفل حياتنا إن أنا خش أقول تعليقنا لوجه ثلاثة لازمة لأي حد هو لا زودك ولا نقصك ولا يعرفني ولا عرفه ولا زودك ولا نقصك هو قصة كلها أنت عندك طاقة مش قادر تواجه بيها حد في حياتك فأنت روح تمطلع الطاقة الغضب دي فأي حد ما عدي وإنت ما تعرفش نتيجة ده عليك إيه آه مش عليك بس على حياتك وإيه اللي هيحصل لك وإيه اللي هيجرالك سيبك من الطرف الثاني حصل له إيه من الكلمة اللي أنت قلتها ده فيه ناس حقيقي بتمرض من الكلام اللي لما حدي بيقولها تعليق وحش وبتتأثر نفسيا وبيجيلها انجزايتي وبيجيلها عدم ثقة في نفسها وهزات نفسية بالسبب أن أنت دخلت وقلت كلمة يما لهمش لازمة آه كمان ده بيئز الشخص الشخص ذاته اللي قال آه مش اللي بيتقله يعني شوفي أنا قزيتك قد إيه آه خدي ده عشر أضعاف علي كم يوم كل السنة وانت طيبة وحيجيلنا شهر رمضان ده احنا مستنين ومستنين للسنة الشهر ده جماله آه تحب تقولي حاجة للسيدة المشاهدين جي لنا ليلة النص من شعبان يعني هل فيه طاقات حلوة كده في ليلة النص من شعبان استغفروا كتير قوي ورمضان استغفروا كتير كتير الفترة اللي جاية دي استغفروا كتير قوي شيلوا من الحمول على كتافكو شيلوا قرموا آه منظفوا جسمكو كتير قوي اللي يقدر يصوم يصوم واللي يقدر يصوم عن الكلام يصوم الفترة اللي جاي الفترة اللي جاي صعبة مش مسألة صعبة أي فترات فيها حتى لو كانت صعبة فيها الحلو مفيش حاجة وحشة توتلي ومفيش حاجة حلوة توتلي صحيح مفيش حاجة كاملة حلوة فيه وفيه على فكرة حاجات بتبقى وحشة عند ناس وحلوة عند ناس تانية رب ضرات النفعة خلاص وصاعات كتيرة قوي أزا ناس بيبقى فتحة رزق على ناس تانية تمام هي ملاهاش دعوة مقدرش أعمم لكن في الآخر الفترة اللي جاي انا بتكلم على طاقة نورانية حلوة أيوة طاقة رمضان طاقة نظيفة مفحشة يا طيمة سلسلة شطان نفسك هو اللي قدامك ايه خلاص استغفار بس في رمضان استغفار وليلت النص من شعبان استغفروا كتير وصوموا عن الكلام عن الكلام الكلام اللي مالوش لازمة لا هيقدم ولا هيأخر اه سوموا عنه سوموا عنه عشان انتوا اكتر ناس هتتضروا الفترة اللي جاية دي بالذات فلكيا اللي هيعمل ده كده واخدوا بالكم من حدسكوا قلبك قلبك ما تعملش ما تعملش قلبك قلبك روح روح اللي قلبك يقولك عليه امشي وراه مش العقس اللي فترة اللي جاية حدسك اللي بيسموه الحدس اللي بيجي من هنا ده اللي هو بيجي من خشيش قلبك ده اه خلاص اول ما دخلتها حسيت ان ده مش مظبوط بالنسبة لك وزبزبته مش مظبوطة ما تاخدش الخطوة ارجع الفترة دي بالزيت فترة دي لغاية امت نتكلم في شهر قدام شهر قدام من دلوقتي لشهر وهقول بعد تلاتة اربع تيام الاستاذ عطارد هيخش عندك وعند الحوت وطبعا الحوت ده هو اخر السلم اخر الخريطة الفلكية اخر السنة الفلكية فكل المشاعر القديمة هتطلع اليوم اللي جاي السلبية والا القديمة كل المشاعر المخزونة اللي انا ما تغادت عنها وما حلتهاش هتطلع سلبية او ايجابية بس غالبا كده السلبية اه السلبية اللي انت هتغادت عنها خلاص هتطلع عشان تتخلص منها مش عشان تعيشها من اول وجديد وتشحل نفسك بها تاني اوكي خلاص فاحنا عندنا تم دي مرحلة غسيل حلوة بالزبط في المرحلة اللي جاية غسيل جدا حلوة وهيلة وطار الداخل في حتة مش حلوة بتاعته بس مدي الحدس عالي هيخلي الحدس عالي خلاص فنسمع حدسنا كويس واللي بيكلم شغلته الكلام ياخد باله من كلامه ويراجع اللي بيقوله خاصة الموزعين والاعلامين والمراسلين ياخدوا بالهم كويس قوي من اللي بيقوله الفترة اللي جاية في الشهر اللي جاي ده تجي على اخر الحلقة تعمليلي سسبانس والوقت بيخلص فصريلي معلش يا جماعة معلش أنا انا اسفلكم لا قوليلي حاجة افهمها تاني بلاش الالغاز بتاعتك دي ما انا بقولك اهو خدوا بالكم الكلام اللي بتقوله الفترة اللي جاية على الداخل ولا على الخارج يعني ايه يعني واحنا بنتكلم على اللي بيحصل جوه مصر ولا اللي برا مصر ماليش دعوة تكليني في اي حاجة ايا كان اللي بتقولي ايه خدي بالك بتقولي ايه يعني كممكن تغلطي في الاخر الغلط ده اندي هيكبر هيتقلب بحاجة مش حلوة عندنا في مصر لا في العموم انا بتكلمه عالميا انا مش بتكلمه عن مصر تمام 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 سوري اي حد شغلته الكلام اه من مراسل من مزيع من اعلامي اي حاجة شغلته الكلام كويس صح في اي حاجة كويس كويس خدوا بالكم اللي انتو بتقولوه قبل ما تقولوه ليه اي تقرير بتكتبوه راجعوا التقرير عشان بيحصل هيحصل غلطات كتير لانه اطارت في مكان مش حلو ليه في الحوت هو بيزود الحدس اه فهمت ازاي لكن ممكن يعمل غلطات اه بل لما تيجوا تمضوا عقود اقروها مرة واتنين وعشرونية مرة اه الفترة اللي جاي اه المشاعر تطلعوها بتنفس بدحك بكتابها وتحرقوا الورق من غير ما تقروه باستغفار كتير اه او يرميها او يحرقها عشان ما يخرجهاش لحد بالضبط وخدوا بالكم من تليفوناتكو من الداتا بتاعتكو خلاص اه اللي يقدر يعمل باك اوب للحاجات دي من تليفوناتو عشان خدوا بالكم اللي بتكتبوه في المسيجات توصل لحد غلط اه خلاص اه خدوا بالكم اللي بتكتبوه على السوشيال ميديا اه اه اوكي كل الحاجات دي مهمة جدا للفترة اللي جاية ناخد بالنا اه وهفضل اقولها من هنا لاخر السنة خدوا بالكم اللي بيطلع من بققكم حلو ووحشو تمام لما تتمنى امنية زي ما بيقولوا واتشور ويشز اوكي لو مش قد الامنية ما تطلبهاش لانها هتحصل مش قدها ما تطلبهاش لانها هتحصل باذن الله فانا نفسي ايه اعمل كذا وانا مش قد الكذا دي مطلبوش اطلب على قد اللي هقدر اعمله او هقدر استقبله اه انا من الاول السنة بقولي الكلام ده والناس لا حياته لمن يوني نورتيني كل سنة وانتي طيبة وربنا يعدي الايام اللي جاية على خير والله هتعدي على خير علينا كمصر كلنا يا رب العالمين واتبقى فترة وتعدي وكل مر بيمر احسن وظن بالله احسن وظن بالله شكرك حنون شرفت بيك حبيب شوفك بكرة على خير مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء